دكتور وسام السؤال الأول من فيسبوك محمود موسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد إذن مشايخنا الأفاضل كنت عايز أعرف ما الحكم في دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطفة فيه لأنه جدلني فيه شخص ما وكان يقول إنه هذا دعاء حرام لا مش عارو وأنا أرى العكس أريد تفسير هذا دعاء وجزاكم الله خيرا لا أسألك رد القضاء أسألك اللطفة فيه يعني دائما المسلم يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقضاء الله نافذ فهو إذا دع الله تعالى فأقر بأن قضاء الله نافذ ثم طلب اللطف يعني هو يتكلم عن أن اللطفة من نفحات المولى سبحانه وتعالى في قضائه نعم فهو التاني المعترض عايز يقول له إيه طيب اللطف برضو ما هو قضاء الله نافذ يبقى قضاء الله نافذ باللطف أو بغير ذلك فلما تدعو باللطف فاللطف ده جاي من قضاء الله المحلق يعني إيه يعني لا يرد القضاء إلا الدعاء فالقضاء نوعان قضاء معلق على سبب وقضاء منجز في علم الله لا يكون إلا ما يريد نعم طيب فإذا قدر الله قدرا أنا مش عارف إن ده هل ده من القضاء المعلق أو القضاء المنجز فوصلت الرحم أو تصدقت أم ربنا سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت ولذلك نقول ولكن أسألك اللطف فيه فاللطف هنا طلبه من القضاء المعلق والدعاء بعدم والإقرار بأنه لا رد للقضاء ده من القضاء الإيه المنجز نعم يعني الذي لا يتغير ولا يتخلف اللي إحنا مش عارفين إيه هو فلما كنا مش عارفين إيه هو طلبنا اللطف والدعاء نفسه زي ما فضلتك وضحته من قضاء الله أيضا أنه بيؤهل العبد أنه يدعو بهذا الدعاء بلا شك وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل هذا الأمر نعم بمعنى أنه هو قدر سبحانه وتعالى إذا كان حتى قدر للعبد أن يدعو فلا يتحقق القضاء الذي قضاه سبحانه وتعالى فعلمه محيط بأنه سيدعو ولن يتحقق هذا الأمر هو مش لا يتحقق القضاء الذي قضاه الله قضاء الله لابد أن يتحقق لكن هل هذا من قضائه المتحقق أم أنه من قضائه الذي علقه فكتب في اللوح أنه إذا تصدق مد في عمره أو إذا وصل رحمه نسأ في أثره وزاد رزقه أحد المشاهدين هيسأل فضلتك دي عايز حلقة كاملة بس أنا عايز أقول لحظة كاملة لا يعلم إنه هتصدق أو لا تصدق حلو أوي دي السؤال ده يحتاج إلى حلقة كاملة ولكن إحنا هنا نكتفي فنقول الدعاء صحيح تمام والدعاء لا غبار عليه ومنكره لم يفهم مغزاه عظيم